السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجد الصلاة فيها الحديث هذا مروعاً من عباس صلى الله عليه وسلم من قوله وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراج بها الزخرفة يراج بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى فأما الزخرفة التي لا تشقل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحرفة في والجفة في الشتاء فهذه لا بأس بها ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن تجده يجعل المحراب من الزخارف والنقوش ما يشعل المصلي أو يكون له ثمن باهر نعم فضلت الشيخ وأما الصور فلا يجوز إطلاقاً أن يجعل في المسادي صورة لا صورة آدم ولا صورة حيوان نعم فضلت الشيخ الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر وهي صور لأشخاص وحيوانات فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم وضع هذا الرخام في المساجد حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محراب يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد فليطلبوا مسجداً آخر ولهذا انتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور وأقول للأخ السائل إذا كان هذا أمراً واقعاً هنا في المملكة العربية السعودية فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامل هذا المسجد ترجمة نانسي قنقر